11 سنة مرت على ثورة 30 يونيو واللي كانت ضرورة لإنهاء حكم جماعة كان بتحكم بالترهيب لا تؤمن بالوطن هددت الهوية المصرية والحقيقة احنا بنسترجع هذه اللحظة الفريقة من عمر الوطن وبنحكي كمان عنها لولادنا لازم نتكلم عن التهديدات اللي كانت بتواجه الوطن والوضع بشكل عام وازاي كان بيمثل وجودهم وجود هذه الجماعة بيمثل خطر كبير جدا على الدولة المصرية بسانت نحن يمكن عشنا الفترة دي وعصرنا اللي حصل فنتكلم كثير بقى ونجاوب أكتر على تفاصيل ماذا لو استمر الإخوان في الحكم معنا في الستوديو النهاردة بنورنا الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة الأستاذ مونير أديب صباح الفل على حضرتك صباح الخير فتاك يمكن وإحنا دلوقتي بنتكلم وبنبص على الصورة من بعيد شوية بنكتشف ازاي كانت مصر ممكن تروح لخطر كبير حابين نشوف المشهد كده مع حضرتك وتكلمنا عنه بعد 11 سنة احنا كنا فين وبقينا النهاردة فين حقيقي السؤال أنه مصر ما كانتش هتبقى فين قبل 11 سنة العالم كله كان هيبقى فين أعتقد أن قيادة التنظيم في القاهرة هي لم تؤثر فقط على الأمن القومي المصري وإنما هذا التأثير طال دول كثيرة طبعا معروف ومفهوم أن قيادة التنظيم في القاهرة وبالتالي هذا التنظيم يتحرك لانتشاء لنشر إرهابه وترهيبه وللعبس بالهوية عموما أي أن كانت الهوية المصرية الهوية الثقافية لأي دولة ما وبالتالي إسقاط هذا التنظيم في القاهرة انعكس بصورة كبيرة على وضعية التنظيم في العدد في عدد من الدول العربية منها على سبيل المثال تونس المغرب كمثال وأعتقد أن هذا السقوط هو بداية لانهيار التنظيم بكل أفرعه في كل الدول العربية وغير العربية وأعتقد أن هناك دول أوروبية كثيرة بدأت تنحو هذا المنحة بدءا من فرنسا حتى أن مكتب التحقيات الفيدرالي الأمريكي بدأ يتحدث عن خطر تنظيم الإخوان المسلمين وأنهم هم المداد الحقيقي للتنظيمات الأكثر تطرفا مثل داعش وبالتالي التنظيم فقط لم يؤثر على أمن مصر القومي خطر التنظيم هو خطر له علاقة بالمفهوم الإنساني صحيح مصر قامت بالدور هذا صحيح المصريين حفظوا على أرضهم ولكنهم في النهاية قاموا بعمل جليل لابد أن يوجه الشكر لهؤلاء المصريين من كل دول العالم لأنه مواجهة الإرهاب مسؤولية كل دول العالم ومسؤولية كل الشعوب لأن الإرهاب يؤثر على كل الشعوب وعلى استقرار كل الدول طيب سيد منير تقييم حضرتك لتحرك الشعب المصري وتوقيت هذا التحرك كمان يعني أعتقد أنه هذا التحرك جاء يعني في لحظة فارقة وجاء في توقيت صحيح وأعتقد أنه الإخوان حاولوا ابتلاع الدولة بمؤسستها وابتلاع الشعب المصري والذي حدث هو العكس الشعب المصري هو الذي ابتلع هذا التنظيم ولذلك نحن دائما ما نقول إذا أردتم أن تواجهوا تنظيما متطرفا في دولة ما فعليكم أن تجعلوا المواجهة المباشرة ما بين الشعب وما بين هذا التنظيم لأن الشعوب قادرة على ابتلاع هذه التنظيمات وعلى هضمها وتفكيكها سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو فيما يتعلق بالأفكار ولذلك بالبلد التنظيم لم يأخذ غلوة مع المصريين سنة واحدة وتم التعامل مع التنظيم وأعتقد أن الثورة التي قامها كانت خير دليل خرج تقريبا 30 مليون مصري يريدون إسقاط هذا التنظيم أعتقد أن الثورة التي قامها كانت خير دليل لكن المصريين استشعروا أن الخطر كبير وعظيم وبالتالي بدأ المصريين يتحركوا لمواجهة هذا التنظيم شفنا في خلال الفترة القصيرة دي يمكن الرفض للاختلاف كنا بنشوفه كثير قوي يعني يمكن حتى لما الناس نزلت وحتاجتهم المناصرين نيهم نزلوا وقالوا احنا هنفجر مصر ماذا لو استمر الإخوان في الحكم كنا نشوف مصر ازاي النهاردة ما كانتش هتبقى في مصر يعني هيبقى الإخوان بس هم الموجودين أعتقد أن الشعب ممكن كان يختفي لأن تهديدهم كان تهديد حقيقي أن هم هيفجروا مصر الإرهاب الذي مارسه هذا التنظيم كان على كل المستويات وعلى كل الأشكال كان إرهاب لفظي وسلوكي وسياسي وأيضا جنائي الإخوان مارسوا العنف ما قبل 2013 وما بعد 2011 ومارسوا العنف لسنوات بعد 2013 وأعتقد أن الإخوان مذالوا يمارسون هذا العنف ربما عبر المنصات الإعلامية لما بنشوف على فضائية أو منصة تابعة للإخوان شخصا ما ينتمي للتنظيم ويقولك على سبيل المثال وقد حدث هذا نحن عارفين بيوت وعنوين ضباط الشرطة ولذلك سوف نتوجه إليهم ويدفع المواطنين إلى هذا الأمر ولذلك فكرة الإرهاب وفكرة ممارسة هذا الإرهاب على مستوياته المختلفة كان الإخوان هيقوموا بيها وأعتقدوا أتها مصر ما كانتش ستبقى موجودة إذا كنا نتكلم على مصر القديمة ومصر الفرعونية ومصر الحديثة أو كنا نتحدث عن جمهورية جديدة الآن الإخوان عبثوا بالدين بالدين وعبثوا بالوطن وكانت مشكلتهم الحقيقة بس مش في الدين والوطن بل في المواطنين ولذلك قامت عمليات انتقام شديدة ضد المواطنين لمجرد أنهم رفضوا حكم هذا التنظيم المتطرف لمجرد أنهم ثاروا عليه ولمجرد أنهم رفضوا وجود هذه الهيمنة أو وجود هذا العبث بالوطن بهذه الصورة أستاذ منير بعض الناس كان بيقول أن الإخوان كانوا بيخططوا إزاي يصلوا للحكم لكن مخططوش هيعملوا إيه لما يصلوا للحكم لكن أعتقد وحضرتك توافقني في هذا الموضوع أنه كانوا مخططين وعارفين هم عايزين إيه بالضبط أعتقد أن الإخوان ليس لديهم مشروع يعني الإخوان كانوا بيدوروا مصر كما يدورون نادي شعبي ليس لديهم مشروع وطني لكن عندهم أجندة يعني مخططين عارفين هم ينفزوا إيه بكل تأكيد لكن لو تحدثنا عن حزب سياسي الحزب السياسي ده هتلاقي عنده مشروع وعنده رؤية وعنده تصور كيف يعمل في الاقتصاد والسياسة وخلافه الإخوان عندما تقترب منهم كتنظيم كفكرة وما طرح ما طرحه خيرة الشاطر في العام 2012 وسمي مشروع النهضة هذا المشروع عندما وصل محمد مرسي إلى السلطة وجه هذا السؤال إلى خيرة الشاطر مشروع النهضة قالوا مشروع النهضة ده عبارة عن أفكار تفين الأفكار ما فيش أفكار لا فيه أفكار ولا فيه تطبيق ولذلك هذا جزء من عبس هذه التنظيمات هي دائما ترفع شعارات كبيرة ليس لها علاقة بالواقع هم لديهم أجندة حقيقية هي الأجندة متعلقة بفكرة الاستحواز على البلد فكرة أن نحكم هذا الوطن كما نفهم الدين أو وفق تصوراتنا الدينية اللي هي في الغالب غير صحيحة لكن لما تيجي تدور على مشروع وطني أو رؤية لدى هؤلاء لا يمكن أن تجد هذه الرؤية ولذلك البعض كان ينادي في وقت سابق الإخوان مش حزب الكلام ده ما قبل 2011 طب قوة سياسية طب نتعامل مع ما هي قوة سياسية تعالى قرب من القوة السياسية دي يغيب عنها مفهوم الوطن هي دائما تسعى إلى فكرة الاستحواز إلى فكرة التشويه لديها قدر كبير من الكراهية وهذه الكراهية يمكن أن تقضي على كل شيء يعني أنا لما كنا حزب سياسي وبتعامل مع سلطة وفي مجموعة عذاب سياسية فكرة الكراهية لابد أن تغيب بل إذا وجدت الكراهية لابد أن يحاسب من يحمل هذه الكراهية أو على الأقل يعمل من خلالها فالإخوان لهم حزب سياسي ولهم قوة سياسية ولهم عندهم مشروع بل هو تنظيم متطرف لدي اجتهادات ورؤى فقهية كما فهمها من الدين وهو فهم خاطئ بكل تأكيد ولذلك كما قال سيد قدب هذه عبارة يعني نحملها من سيد قدب أو ننسبها إلى سيد قدب وقد قالها سيد قدب أن الوطن ما هو إلا تراب النجس فهو مش شايف قيمة للوطن بزبط يعني همما كانوا شايفين قيمة للوطن عشان كي كان فيه كلام دايما عن الخلافة الكبرى والخلافة الإسلامية بسقوط الهوية أو هوية الدولة وهي الهوية المصرية إيه كان المخطط بقى طويل المدى يعني أولا طبعا هم لديهم مفهوم الخلافة ومفهوم الأممية اللي هو قايم على فكرة عدم الإيمان بالأرض اللي أنا عايش فيها أنا في حدود هذه الحدود هي حدود مقدسة لدي من واقع أنني مصري مسلم أو حتى مصري مسيحي هذه حدود مقدسة بالنسبة لي حدود الوطن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مكة وهي البلد التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج منها والله إنك لأحب الأوطان إلي لو أن أهلك ما أخرجوني منك ما خرجت هذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للوطن للأرض فأنا المفروض بيتعلم ده من ديني من إسلامي ومن وطنيتي من مفهوم الأرض فكرة الانتماء للأرض طب هي الفكرة دي موجودة عند الإخوان التغييب عن كل التنظيمات المتطرفة ولذلك نحن فوجئنا ولم نتفاجأ في حقيقة الأمر إنه تنظيم داعش على سبيل المثال طلع في العام 2014 بتسجيل مرئي على خلفية نشأة دولته في 29 يونيو من العام 2014 طلع بتسجيل جايبين بشكل رمزي جايبين بعض الأشخاص من الدواعش وهم بيكسروا بعض الحدود وبيقولوا بعض الأنشيد الغنائية إنه إحنا بنكسر الحدود ونحن لا نؤمن بهذه الحدود لذلك عندما أقاموا هذه الدولة المزعومة التي سقطت كانت جزء منها في العراق وجزء منها في سوريا طيب أنتوا يا جماعة سوريين ولا العراقيين ولا من أنه الجنسية وغالبية اللي كانوا موجودين في داعش كانوا جايبين من أوروبا فأنت عندك أشخاص لا يؤمنون بالوطن ويفهمون الدين فهم خاطئ وليس لهم أي إيمان بما يسمى بالهوية الثقافية والوطنية على الإطلاق الجميل كمان يا أستاذ مدير زي ما بنقول إن شعب مصر شعب متدين فعلا شعب مصر شعب متدين بطبع وهم عشان فهمين حاجة زي دي بدأوا يلعبوا عليه فكانت الشعارات إيه الإسلام هو الحل لكن أوله لما وصله الشعار دي اختفى تماما وما كانش موجود فإن الشعب نفسه هو اللي نور على الحتة دي هو اللي شاور على الحتة دي ده معناه أنه بقى فيه وعي وبقى فيه إدراك عند الشعب المصر وأنا أعتقد يعني أنا مسلم وأعتذب ديني وكل شخص يعتذب دينه ونحن إخوة في النهاية أي أن كان معتقد أي شخص الشعار نفسه فيه مشكلة يعني عندما أقول أن الإسلام فيه حل للمشاكل آه طبعا الإسلام فيه حل للمشاكل كما أن المسيحية فيها حل للمشاكل لمن يؤمن بهذه المسيحية أنت ليه جاي بتضرب لي شعار في قضية ملهاش علاقة أنا لما أكون أعيش في وطن هذا الوطن يجمع أشخاص مختلفين في العقيدة وفي الأهواء وفي الآراء في تفتيت للكتلة الوطنية طبعا أنا في النهاية عندي قانون عندي دستور بيحكم هؤلاء الناس يراعي معتقد الآخر ولدي قانون مستقى من الشريعة الإسلامية فيه لحوال الشخصية طبعا أنا لما أجأ صدر الإسلام والحل طبعا أنا المسيحي ده أعمل فيه طبعا أنا لما بقولي الإسلام هو الحل هل هذا شعار سياسي ولا شعار ديني أعتقد أنه شعار ديني طبعا أنا ليه برفع شعار ديني في انتخابات سياسية لما يبقى انتخابات البرلمان وكان الإخوان دائما ما يرفعوني هذا الشعار أنا بقولي الإسلام هو الحل هو أنت بتقولي الإسلام هو الحل للمسيحي ولا للمسلم يعني أنت ليه بترفع شعار ديني ولذلك دائما ما كان يرفع الإخوان شعارات تسير الفتنة الطائفية أو على الأقل تفكك الكتلة الوطنية نحن نتكلم على 11 سنة من حكم السيد الرئيس وكان الفترة اللي فاتت دي كلها كفيلة بالقضاء على الجماعة أنا فاكرة وإحنا في الجماعة وإحنا نتفرج على بجد اللقطة بتاعت هنولع مصر دي وكنا شايفين أنه مستقبل مظلم يعني إحنا كنا كلنا خايفين كشباب ولسه في الجماعة لكن النهار ده بعد 11 سنة وشفت القضاء على إرهابهم وعلى التفكير اللي كان سايد في الوقت ده شفت ده إزاي؟ هو طبعا الإخوان كانوا بيسعوا لإشعال الوطن بل وهدم الوطن كان دائما ما يقال أن الإخوان أتوا ليجلسوا أربعة قرون ربعمائة سنة حتى في خطاباتي مع البعض ممن كان ينتمي إلى هذا الفكر أنه كانوا بيتكلمون أنه إحنا جايين نقعد أربعة قرون يا جماعة إحنا مثل الإمبراطورية العثمانية والعباسيين والأموين اللي هم قاعدوا بمئات السنين ففكرة أنه تطلع وهذا كان في سياق الحديث عن جبهة الإنقاذ أو عن بعض المعارضين أو في بداية حركة تمرد ففكرة أنه أنت تقول أنه في حركة تسقط حكم الإخوان لن يسقط حكم الإخوان أتى الإخوان على سلم الانتخابات ولن يتركوا هذا الحكم إلا بالدماء ولذلك عظمة الدولة وقوة الجيش المصري أنه استطاع صحيح أنا أضرب مثل كده اللي هو لما يجي حد يسلخ الشاه فيبدأ يحرك السكين ما بين الجلد وما بين اللحم بحرفية شديدة جدا هكذا تعامل الجيش المصري ما بين إرهاب متوقع وهكذا جاء على الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طالب المصريين بالخروج إلى الشارع وما بين مواجهة هذا التنظيم المتطرف على الأقل لتقليل الخسائر خسائر إرهاب هذا التنظيم وبالتالي هذا ما حدث كل شكرا لك الأستاذ مونير أديب الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة شكرا جزيلا يا فنش شكرا لك يا فنش